نفذت مدرسة الطبابة العسكرية إحدى تشكيلات مديرة الأمور الطبية العسكرية في دارة الإدارة تمرين تنقل وانفتاح سلسلة الإخلاء الطبي بحضور أمين سر دارة الإدارة ومدير الأمور الطبية العسكرية وعدد من ضباط الطبابة وهو أحد السياقات التي أكد عليها السيد رئيس أركان الجيش في الحفاظ على القدر القتالية وإخلاء الجرحة بشكل صحيح والحفاظ على أرواح الجرحة أثناء المعارك وكان التمرين ناجحا في إبراز دور الطبابة العسكرية بإعادة ما يمكن إعادته من مقاتلين قادرين على موسط القتال بعد زرقيهم الإعلاجات اللازمة تم تطبيق هذا التمرين لرؤية اختصاص الطبابة آمري وحدات الميدان الطبية وطبابات الفرق وجميع الاختصاص التي واجبهم أن ينقذ الجرحة في المعركة لاحظوا الدروس المستهدفة من هذا التمرين واللي هي الحفاظ على القدرة القتالية وإخلاء الجرحة بشكل وبسياق صحيح ليس عبثا وبهذا نحافظ على حياة الجريح من الموت يتم وضع أي خطة للمعركة حسب نوع الخطة وحسب موقع المعركة وحسب عديد القوات ابتدأنا بعرض تجهيزات الجندي المقاتل العسكرية الكاملة المتمثلة بالخوذة والدرع والبدلة المموهة وقرص تعريف الهوية وحقيبة الضماد الميدان كذلك التعريف بأهمية إعداد منقذي الحياة في كل حضيرة من قبل الكوادر الطبية الموجودة في القطعات التعبوية كذلك بدأنا بالتعريف بواجبات ومسؤولية فتح موقع إسعاف الوحدة من قبل الأفواج والكتائب أو ما يعادلها من قطعات عسكرية مشاركة بالقتال ومسؤولية فتح موقع جمع الخسائر وأهميته كذلك انفتاح محطة التضميد المتقدمة من قبل وحدة الميدان الطبية الساندة للفرقة المقاتلين من منافذي التمرين تحدثوا عن استفادتهم من تنفيذ تمرين حق الأبطال في نقل الجرحة وتقديم الإسعافات المناسبة لهم لإصاباتهم المختلفة في الرئيسي والبطن والكسور واتخاذ السياقات الصحيحة في عملية إخلائهم استفادنا من هذا التمرين كيف إخلاء الجرحة أو المصابين ونقلهم إلى وحدة إسعاف الفوج من ثم إلى مقر اللواء وحدة طبابة اللواء ومن ثم إلى خيمة العمليات وبصورة عامة ردها الفرقة ردها طبابة الفرقة طبعاً استفادنا من هذا التمرين استفادة جيدة ونشكر القائمين على هذا العمل بصورة عامة ضباط ومراتب تم افتتاح اليوم تمرين وتنقل الإخلاء الطبي الحاصل في مدرسة الطبابة العسكرية التابعة إلى مديرية تطل الأمور الطبية العسكرية هذا الإخلاء الطبي الاستفادة منه هو الإخلاء الجرحة بالوقت الممكن والسياقات المطلوبة منها للإخلاء إلى العمليات إلى توزيع الجرحة لدينا أصابات مختلفة، الأصابة الأولى، الأصابة الرئيس، عملية إسعافها ونقلها وإصابة الظهر والكسور وإصابة البطن هذا التمرين يبين أنه عملية نقل الجريح أو المصاب من الجبهات القتال إلى وحدة إخلاء طبية هذه الوحدة للإخلاء نتم بها معالجة المريض ونقلها إلى المستشفى لتتخذ الإجراء اللازم تمرين حق الأبطال أكد على أهمية الإسعافات الأولية والمسعف في الميدان والتعرف على كل موقع من مواقع سلسلة الإخلاء الطبي من مدرسة الطبابة العسكرية لإعلام مدارة الدفاع صباح الخزاري اشتركوا في القناة